طبعاً من قادرة الكابتن طاري المحروس يعني أخلص استعداداته بيستعد كويس جداً المبارزة ما قلت حضراتكم بكرة ساعة 4 العصر على صالة جهاز الرياضة العسكري بانشيط البكري فرقنا في المركز التاني برصيد 32 نقطة أما طلاق الجيش سنادي الدنيا معهم يعني مش قدي كده برضو قدهم 18 نقطة بس طبعاً يعني بفي منافسة بينهم بالبنك يخش رابع ولكن يعني موسم ناجح يعني لما يبقى طلاق الجيش في الأربعة الكبار يبقى ده أكيد أو الستة الكبار دلوقتي وممكن يكون في الأربعة كمان يبقى أكيد موسم ناجح بالنسبة له طيب وبعد بكرة مطشة زمالك هيكون في ساعة 6 على صالة المجمع الدكتور حسن مصطفى فرقاتنا عندها أصابات كتير زي ما حضراتكم عارفين وده كان سبب اهتزاز الأداء في بعض أوقات المبارات اللي فاتت عشان كابتن طريق محروس زي ما كنا تابعنا وشوفنا وهو نفسه صرح بكده كان بيحاول يجرب أكتر من اللعب في كذا مكان كان لما المبارات بتفرق 6 و 7 هداف كان بينتقل على طول لفكر جديد في المبارات وهو أنه يعمل روتيشن شفنا لعيبة شفنا لاشين بلعب في الوينج شفنا لعيبة يعني تشكيلة للعيبة الحقيقة مش مش في أماكنها الهدف من التغييرات دي والتبديل وتوفيق دي عشان لما يروح لمبارات مهمة ويحصل عنده عاجز نتيجة الإصابات هيلاقي نفسه موجوده هلاقي الفرقة موجودة ويلاقي اللعبة بتجيد أنها تلعب في أكثر من المركز طيب لو خلصنا مباراتين دول احنا بشكل كبير ان شاء الله حسمنا المركز التاني هنطلع عالدور البعا كده هنبقى أربع فرق فقط فيه تلات فرق بشكل كبير حسن متأهل الأهل الزمالك سبورتينج زي ما وردعت لحضراتكم في بداية الخبر طلع الجيش بينافس البنك الأهلي وبرضه بنشيد بالبنك الأهلي كمان أول سنة يبقى بالمنظر ده ويطلع ويخش في الستة وينافس على الدخول في الأربعة فدي حاجة كويسة وحاجة جيدة ويهمنا نشوف فرق كتير زي كده عشان ده بيقص بالنفع على منتخب مصر في المشاركات الدولية طيب الحاجة التالية لما يطلع الدور البعا كده هيبقى أربع فرق بس وقمنا فيه تلاتة حسن متأهل الأربعة يلعبوا رايح جاي يعني هنلعب كل فرقة تلعب ست مبارات هما دول الحاسب كل فرقة تطلع بينها وبين الفرقة التانية نص نقطة يعني أكاد يكون الكل متساوي اللي فات كله يعني أمر واللي جاي أمر تاني خالص اللي جاي ست مبارات تفوزهم تشير الدور غير ما تفكر وممكن يعني هه تخسلك ماتش على حسن بالنتاج التالية ست مبارات تكسبهم ولو خدمتك نتاج الفرقة الأخرى ممكن مسموح لك تخسر ماتش وديكسب بطولة كل التوفيق لفريق نادي الأهلي كلنا ثقة وكلنا من الثقة كلنا يعني أمل إن شاء الله أني ربنا يكرم هذا الفريق من أول السنة والله بيكتهدوا شوفنا رسالك كابتن تاري محروس لجمهور النادي الأهلي وقديه هو كل شغل وكل فكر ومنصب أن يسعي جمهور النادي الأهلي شوفنا دعم بجل سدارة النادي الأهلي شوفنا اللاعبين كلهم نفسهم يعملوا حاجة لجمهور النادي الأهلي قلوبنا معاكم وربنا وفقكم بداية من بكرة إن شاء الله ومورة الزمانك الجمعة وإن شاء الله النهايات دوري السوبر للمحترفين بإذن الله إلا أننا نتطلق لاحقا ونقول لحضراتكم جدولة اشتركوا في القناة